بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل مرة أخرى إذا تحدثنا عن قانون The Prevention Act الآن نرى طرق How to prevent pollutants from the source لكي نأخذ في هذه القصة لدينا أربع خطوات نتخيل System Input Process and Output في كل مرحلة من المراحل ونحن نقوم بإمكانك تدخلات بفضل ونقوم بإمكانك ونقوم بإمكانك على المراحل ونخفض حجم الملوثات فنبدأ من البداية في هذه الطريقة وهي Producted Change وهي أول خطوة من الخطوات إذا أنا أعملت Impact Assessment وصلت لقناع إنه هذا المنتج اللي أنا ممكن أعمله حيطال كمية كبيرة من الملوثات وحجم التعويضات والخسائر المالية اللي ممكن أتفحها أكبر من كمية الربح اللي ممكن أربحه من هذا المنتج إذن الأصل من البداية إنه أنا مأخوض غمار هذه التجربة لذلك ممكن أنا أروح أفكر أعمل نوع من الموديفكيشن في البرودكت اللي هي Producted Change وين بتصير هذه القصة وفي التجربة وفي التجربة وفي التجربة وهاي تأتي مهارة الإنجينيرينج من البداية في تصميم المنتج أي منتج بين إدينا الآن نحن نرى ونستهلكه ونستخدمه لكن هذا نتاج تجارب عديدة جدا من المهندسين في مختبرات الشركات قد يخضع للتجارب شهور طويلة حتى يثبت نجاعته وكفاءته التريال الأول والثاني والثالث إلى آخر للوصول إلى أفضل منتج قبل ما يعملونه لوع من الموديفكيشن يعني يكون يشتغلوا على الموديفكيشن إذا ثبت أو نجح الموديفكيشن بكبروه الموديفكيشن لذلك ممكن أنا أتحكم في خصة الموديفكيشن أو الموديفكيشن موديفكيشن إذا المنتج ما تستخدمه ممكن أدخل فيه رو ماتيريال هذه الرو ماتيريال ممكن تأثيرها يكون سلبي جدا تمام إذا من البداية نأخذ مثال الميركوري الزئباء كثير من المنتجات في العالم كانت تستضم فيها الزئباء في الصناعات لكن مع التجارب وجدوا أنه في المياه العادمة بيطلح على الميركوري تمام ويروح على الأنهار أو البحار ويعمل تلوث في الأسماك اللي الناس بتكلها وبيرجع ثاني مسبب أمراض كبير جدا لذلك بدوا يحضروا هذه القصة نقطة ثانية استخدام الرصاص الليد في السابق فترة السبعينات وأوائل الثامرينات كان يستخدم الرصاص أو الليد كمركب أساسي في الوقود كان بزيد من الإفشنس إلى المحركات لكن وجدوا أنه هذا الرصاص تأثيراته الصحية كبيرة جدا كان بيعمل فيه بيأثر عقليا على الذكاء عند الأطفال وبسبب كثير من أمراض التسمم في الدم كذلك كان بيوضع في منتجات الدهان فوجدوا أنه إلو تأثيرات سلبية لذلك استبدلوا بمواد أخرى تأثيراتها البيئية تقريبا صفر أو تكاد تكون معدومة النقطة الثالثة Using Recycle Material in the Product الآن طلع بعض التصنيع طلع عندي نواتج مواد كثيرة هاي ممكن أعيد استخدامها مرة أخرى وأعملها نوعا من Recycling النقطة الثالثة النقطة الثالثة 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 اللي هي Reusing the Generate Scrap أي الصناعة ممكن ينتج عنها Scrap أو Access Material هاي ممكن الأصل إنه نفكر نعيد استخدامها مرة أخرى في الصناعة لأنه إذا راحت على على الوست ماتيريال هتزيد حجم كمية الوست وبالتالي كمية الشحن كمية التخلص والعمال إلى آخر لذلك الأصل إنه منتج اللي أنا بفكر فيه يكون Less of raw material of or less of generated النقطة الثانية Minimizing Product Filler and Backing Product أي منتج إذا كان حجمه كبير معناته بدي يكون له كمية كبيرة أو التخزين بتاعه سيأخذ كبير إذا أنا فيه إنه أعمل منتج بحجم صغير ويؤدي نفس كفاءة المنتج ذو الحجم الكبير إذا إيش الفايدة من الغروح للخيار الأول إذا وهذا بتيجي مهارة المهندسين والتجارب اللي ممكن يعملوها النقطة اللي بعدها Producing Good and Packaging Reusable by the Consumer الآن المنتج أنا أنتجته والمستالك اشتراه واخده على البيت لكن الصندوق اللي كنت حطته فيه سواء كان كرتون أو بلاستيك كثير من الناس ببموه على سلة النفايات وهذا بيعمل مشاكل كبيرة جدا لذلك أنا كمان بد أفكر فيها الجزئية هذا المنتج أنا كيف بد أغلفه كيف بد أبيعه وكيف أفضل طريقة أنه يكون حجم العائد من النفايات قليل جدا في النهاية إذا أنا فكرت في كل هذه الخطوات من البداية في الـ في طريقة التصنيع في الباكيجينج في هاي حصل حاجة بسموها برودوسينج مور دورابل برودكت وهذا الفرق ما بين منتج ومنتج النقطة الثانية في البروكسس في الـ المتجم 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 الآن إذا أنا أفكر في صناعات أن أستخدم مواد هذه المواد ممكن تكون إلها أثارات صحية أو بيئية إذن ممكن أن أعملها سبستيوتينج تمام واستبدالها بكليننج ماتيريال أو كوتينج ماتيريال كذلك ممكن أروح لجزية المتجم 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 وهذا المثال ضربنا قبل قليل على قصة الرصاص والزعب يمكن أن أتكلمها جزائيا عن دكاترة الأسنان حشوات الأسنان في السابق كان يصدم فيها الميركوري الممالغم وكان ممكن يكون جزء من عمل الطبيب الأسنان أنه يطلع في الوستووتر كمية لا بأس فيها من الميركوري الذي كان يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية فبدوا يفكروا في أن يعملوا حشوات جديدة تمام وغيروا في الرو ماتيريال بحيث أنه لا يكون لها تأثير بيئي النقطة الثالثة في البرفنشن اللي هي وهاي يمكن الطرث الهبوزئية أنه خلال عملية التصنيع الآن انتهيت من جزئة الامبوت الآن أريد أن أدخل على جزئة البروزيس في جزئة البروزيس أريد أن أظل الخطوات التي تنتقل فيها عملية التصنيع إذا أردت نعمل نعمل تحكمة البروزيس التصنيع التمبريتشار العدد العمال مهارة العمال إذن أنا ممكن أتحكم في الوقت الزمني وأتحكم في البروزيس كبروزيس ممكن أستخدم جزئية البروزيس 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 بحث أنه يعمل أطول فترة ممكنة بدون تعب أو كلال خاصة في بعض الصناعات التي يمكن أن يكون فيها اكسبوجر اكسبوجر متأدي تأثيرات صحية سيئة للغاية ممكن أعمل تحكمة البروزيس 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 أو أصمم النقطة الرابعة جيد توقف على مهارة العمال في الصناع لذلك كثير من الشركات قبل أن يتوظف في فترة اختبار للعمال أو قصة فترة الترينيج على الأجهزة بحيث أنه عندما يصل إلى أعلى مرحلة من الكفاءة ينزلوا فعلا على أرض الواقع لذلك موظم الشركات بتعمل البروزيس موظم الشركات موظم الشركات أو موظم الشركات موظم الشركات لذلك الفرق ما بين عامل جيد و عامل آخر غير جيد كمية هذه المواد الإتلاف وبالتالي ممكن أن نعمله نوع من المكافئات النقطة الثانية نقطة الثانية وهي قصة كيف التعامل مع المواد رفع المواد استخدام المواد التحكم في المواد سكب المواد الميكسينج لأن الميكسينج ممكن في النهاية يؤثر على أنافقة كبيرة من الرو و ممكن لا سمح الله يؤثر سلبيا على صحيات العمال أو في النهاية تخزين سيئ وبالتالي كيف تحكم المواد المواد هو مواد المواد المواد النقطة الثالثة تحكم المواد و هنا تحدث في كثير من الصناعات التي ستحدث فيها مواد و هناك مشكلة و إذا قمت بحكم ممكن أنه أقل من حجم الخسائر و يقل سيئ النقطة الآن سيئة صناعة هو مواد مواد و بالتالي بدلا تفعل كل الكمية مثلا اثنانطن أو ثلاث طنت على مكبي النفايات إذا عملت لها نوع من الفصل بحيث أن أفصل هزاردس عن النن هزاردس ويست هنا أقوم بعمل لفوليوم هزاردس ويست لأن هذا يكلف أكثر في قصة التخلص منه بدل ما أدفع تكلفة على 2 طن هم عملياً منهم فقط نصف هزاردس أنا أدفع نصف تكلفة ليس 2 طن وهذا ما يحدث اليوم في النفايات الطبية في هذه الجزئة أنه في المستشفيات في كثير من المصانع يصل النفايات إلى خطرة وأقل خطورة لأنه هذا يكلف بمبالذ أقل من النوعية الخطرة جداً ممكن أستخدم الستاندرد في البروسيجر أنه جداً المصانع المصانع ومع بي وهاي الفرق بين صناعة وصناعة وشركة وشركة أيضاً ممكن يعمل إضافة إذا ثبت أنه في جزئية من الصناعة هي العاملة المشكلة ببساطة جداً ممكن أن نقوم بها ترنينج أو لهاي الأقومنت عبير ما نقوم بها ترنينج أو ترنينج إلى آخر إضافة لذلك ممكن أن نقوم بعمل أو ترنينج أو ترنينج أو ترنينج في كثير من الصناعات خاصة التي فيها نوع من التسخين أو التبريد إذا عملت نوع من العزل بقلل الخسارة في درجات الحرارة وبالتالي بقلل من استهلاك الطاقة المستخدم بدل مستخدم من طن أو أقل في النهاية كل القطوات السابقة الهدف منها كيف تصدر مستخدمة مستخدمة ومستخدمة مثال على هذه القصة في البريفنتم ميجر وهو ممكن أن نتكلم على جزئية الوقود في السابق كان الوقود يستخدم الفحم فيه أو الديزل أو السولار أو البنزين وكان كمية الملوثات التي تطلع سواء السلبر ديوكسايد أو النيتروجين ديوكسايد كمية كبيرة جدا والذي يوجد تفرج على بعض الصور من بريطانيا أو بعض الدول السنائية كانت المباني لونها دقريبا أسود فبدوا يفكروا أن يعملوا المستخدمة لفلويد فبدوا اجتدموا أو أو إذن هذه طريقة في البريفنتم ممكن نعمل في الموديفكيشن في الاندوستريل أو 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 نفس الكلام لا يريد أن تصل إلى جزئية التعليم وهذه ستكون في المقطع الثالث من الفيديو